ألقى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق كلمة مصر أمام مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي المنعقد حاليا بالعاصمة المغربية الرباط وفي كلمته أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تقديره للمملكة المغربية قيادة وشعبا مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مشيرا إلى أن الرابطة أخذت ذلك على عاطقها منذ اليوم الأول لانتلاقها في مناقشة القضايا المهمة ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة تأتي في مقدمتها أهمية التعاون الإفريقي العربي كدعامة أساسية للتأهيل الاقتصادي والتنموي في ظل تداعيات جائحة كورونا وكذلك دور الشباب والمرأة كعنصر مهم ومحوري في صلب السياسات التنموية والاستثمارات المستدامة